دكتور محمد صنديد اليوم معنا بسنتير رئيس الأقليم المنتخب للاتحاد الدولي لاستكري منطقة الشر الأوسط وشمال أفريقية أهلا وسهلا فيك دكتور سعيد صباحي حدثتك اختصاصي غضاة صماء وسكري واليوم مقوية بها الفترة يعني مقوية الأنسلين يلي صار خلص متوفر بكل العالم بطريقة كتير هيني اللي عنه بالأسر بالأسر 1921 في عالم فريدريك بانتينغ كان رجع من الحرب العالمية الأولى وعمل طبيب ولكن للأسف ما كان نجح بالجراحة توجه للريسورش وبعدين علم الكيميا بالجامعة واشتغل هو وباست على الاكتشاف الأنسلين من البونكرياس طبعا من الكلاب اللي كانوا عم يشتغلوا عليها أول حقني للأنسلين أنقذ الطفل اسمه ليونار تومسون 1922 لأن قبل هذا التاريخ كان مصير الطفل المصاب بالسكري اللي بحاجة للأنسلين حكما الموت لذلك أنا بعتبر الأنسلين هو معجزة القرن العشرين لأنه فعلا هالاكتشاف أنقذ مرضى السكري من الموت المحتم خاصة من النوع الأول أكيد توالت الأبحاث طور الأنسلين صار بيروفياء أكتر من أقا هلأ مختصر مفيد بالألفين صار عندنا أنسلين مشابه للأنسلين البشري عم يعمل أقل بكتير هبوط سكر ما عاد نخاف منه حتى الوجع صار أقل ورافق هالتطورات بالأنسلين اللي هي عدة أنواع رافقوا تطور كتير بوسائل الكشف المبكر ووسائل كمان المراقبة الزيتية لأنه منعرف كنا كان بلش مراقبة السكر بالبول عبر التذوق كان يدوقوا البول يشوفوا سكر ولا لا وبعدين صاروا يعملوا تحليل بالبول إلى أن توصلوا إلى التحليل بواسطة الإصبع الإيموغليكو تاست اللي هي بتفرجينا قديش سكر لنعطي الأنسلين حسب النتائج وتطورت الأمور وما عاد فينا هلأ صار في وسائل كتير حديثة اللي صار بركب جادجت صغيرة على كتفه ومريض السكر وبيعمل سكان على 350 فحص بالنهار وأكيد فيه جراف لحتى تفرجينا قديش هالفارييشن الاختلافات السكر خلال النهار اللي منسميه تايم انغانج يعني مشوف قديش معدل السكر اليومي وحتى هذا أثر على تخزين السكر حتى فحص تخزين السكر هلأ بالبلاد المتطورة واللي عندها إمكانيات رح يستغنوا عنه ليشوفوا لحتى نشوف كيف هالفلكتويشن طبع السكر اليومي لهيك أنا بعتبر أنه اكتشاف الأنسلين مهم كتير من هون الاتحاد الدول السكري قرر أنه يحتفل بمئوية الأنسلين بسنة 2021 وال2022 وأكيد باليوم العالم السكري ب14 نوفمبر بيكون الاحتفالات المركزية بها الخصوص للأسف العالم وين ونحن وين يعني العالم عم تحتفل بأحسن اكتشافات للأنسلين اللي هي صارت تقريبا مشابهة 100% للأنسلين البشري ونحن بعدنا في لبنان عم نفتش على قبرة أنسلين لطفل لأنه إذا ما أخذ الأنسلين وضعه كتير خطير يعني الأزمة الموجودة حاليا شي فعلا يندى لها الجميل أنه طفل أو أم تقعد بلا أنسلين أو تستجير بالطبيب أو بغيره بالليل لا تقوله دبر لي ألم أنسلين بالوقت اللي هذا شي حق مكتسب من حقوق الإنسان وخاصة الطفل أنه ياخد علاجه كما يجب شو ترددات يعني بطء العلاج أو طيق إيه في العلاج عند الشخص إن كان كبير ولا صغير يعني الأنسلين هو مثل الماء مهم للحياة ما في كتا يشي بلا ماء يعني السكري نوعين النوع الأول عند الأطفال والشباب اللي بيجي تلف كله لخلايا بيتة اللي بتفرز الأنسلين من البانكرياس وهي بتشتغل على السكر تتحرقه بالعضال إلى آخرين عند الأطفال ما في أنسلين يعني تخيل إنه في خزان ما يفضي لأنه انضربت الأمية أو ما عد يجي من النبع فوظيفة الأب ورب البيت أنه كل يوم يحط سترن بهالخزان تقضي حاجاتها ونفس الشي مريض السكر كل يوم بده هالعلاجات بالأنسلين تحتى يقوموا دورهم الوظيفية بالميتابوليسي بتبع الجسم أما النوع الثاني اللي هو عند الكبار لا بيجي جمالا بنبدأ بالحمية الغذائية والعلاجات اللي هي بالميتفورمين أو غيرها وإذا طرينا من زيد دواء 2, 3, 4, 5 حبوب مخفضة للسكر هذه كمان مفقوضة من الأسوات هلأ هاي بتظلي تلاقي بديل يعني أقل حتى الكبير إذا تأخر شوي عن أخذ الحبة ممكن بشوية حمية بشوية رياضة زيادة ممكن يستعير تاني يوم تلت يوم من أنجاره ولكن الأنسلين شغلة كثير ملحة وأنا من هالبلاتول حقيقة ومن هالصراحة التليفزيون الهادف الأم تي في أنا بطلق صرخة ونداء وفعلا يعني جرس انزار لكل الناس نحن مسؤولين والمسؤول بالوزرات الصحة مسؤولين والهيئات الدولية مسؤولية وكل من يقول بأنه هو مع لبنان أنه موضوع الأنسلين موضوع حيوي ما فينا نقول والله ما في أنسلين روح دبر حالك وبعدين ما فينا نجيبه من بره بالشنط لأنه بحاجة لتبريد لهيك أنا عندي اقتراح عبر الهوى وأكيد إن شاء الله باجتماعي مع معالي وزير الصحة راح اخترحه أنه في لجنة وطنية للسكري أنشئت بالتسعينات ما بتجتمع تضم الجامعات تضم الهيئات المعنية بالسكري لازم يكون فيه هيئة طوارئ لازم يكون فيه بانك للأنسلين يعني ما بجوز اليوم أنه نقول نفوت أنا تأصدت أني فوت على خمسة عشر صيدلية على طريقه على بيتي بالجبل للأسف ولا صيدلية ما عنده ولا ألم أنسلين وأنا هيدا عم قوله واسق منه ما حدا يقل لي أنه ولا لا موجود وين موجود؟ موجود ما بعرف إذا بتدفعي غالي بتدفعي بالعمل الصعب يعني ما بدي هلأ هلأ فيه أنسلينات فيلز اللي هي بديك تعبي بالإبري وهذا ما بيجوز للطفل هلأ نرجع لورا يعني هاي الأنواع من الأنسلينات بتعمل هبوط سكر منه مشابهة للأنسلين البشري هيدا تخطاها بالعالم كله ما بقى حدا يعطيها نحنا في لبنان بيقلك فيه فيلز أوكي؟ ما بيستعملها للكبير ممكن نقضيها بس للأطفال لا يمكن ولا يجوز أنه نعطيها النوع من الأنسلينات كأتحاد دولي في مبادرات أو محاولات أكيد 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 أنا الحقيقة رسلت رئيس الاتحاد دولي السكري اللي هو إنجليزي بروفوسور بولتون ودعا لاجتماع طارق للبحث في البلاد اللي هي بتمر بالمحن مثل لبنان مثل أفغانستان مثل اليمن مثل دول تاني وتحديدا لبنان وأطلق صرخة لحتى يعملوا دونيشن ولكن للأسف حتى لو عملوا دونيشن فيه عرائيل وفيه مشاكل حتى نجيب الأنسلين على لبنان ما بعرف لبنان لحد هلأ ما قدرنا نحصل على أذونات لحتى يبعطونا الأنسلين اللي هو بشاند في رواه حتى يكون صالح وفعال حتى الهبات فيه عقبات أنه توصل لأنه طبعا طبعا عقبات محلية أكيد وأنا هون بدي أشكر الجمعية السعودية اللي أعطتنا هبا بألاف الدولارات نحن الحقيقة لنالوا نشتروا أنسلين ووصلت الهبا على لبنان ولكن فيه عرائيل أنه ساعة بقولولهم ما لكون حق أنا بدي أشتريها من السوق اللبناني لحتى نفع أول شي الشركات وحتى يكون الأنسلين متوفر فيه مشاكل كتير حتى بالهبات الاتحاد دول السكري أطلق مشروع إنسلين فور لايف لكل الأطفال اللي نحن دخليه فيه وأنا رئيس اللجنة الدولية للكوارث الديزاستر والإيمانيتارين كوميتي وعم ندعي دايما ولكن بلولنا وجدولنا الإيلية لحتى نوصل لكم الدواء في مشكلة يعني مش بس أنه والله مثل ما بيقولوا مقصرين بس كمان فيه عراقيل بأنه حدا يساعدنا يعني فيه ناس بنده تساعد ولكن على من تقرع مزاميرك يا داول نعم للأسف يعني هذه الحالة اليوم بهالوقت على الأرض يعني فيه أشخاص ما عم يسلون الأنسلين اليوم يعني بعد شوي رح نكون بكوارث هلأ شوف للحقيقة فيه أنا لمست أنه فيه بعض المرضى عندهم تخزين لعلب أنسلين يعني احتاطوا للأمر وهذا حق مكتسب بس للأسف بيحط أربع خمس علب ببيته فيه مشكلة بيروح المريض على الصيدلية بقولوله ما بيعطونا إلا علبة بالشهر وأنا بسقول عن كلامي باتصل بالشركات بقولك نحنا لأ عم نسلم الصيدليات ما عم نعرف وين المشكلة لهيك الهيئة الوطنية أو اللجنة الوطنية العليا للسكري هي لما تحط طبعا بإشراف معالي وزير الصحة لما تحط خطة هيئة طوارئ بنصير إذا سألناها بتعرف نحنا كأشخاص ما عم ناخد أجوبة لذلك الموضوع ما أنه سهل ما أنا جايين لحتى نحكي وصوري ما تغزيني عن موضوع الأنسلين وهذا مي مكان بفوت على الإنترنت وبشوف أين تكتشف والآخرين أنا جاي بس لحتى أطلق هالصرخة إناف خلاص كفى 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 أنه يتعذب مريض السكري ممنوع الطفل ينام بدون إبرة الأنسلين ممنوع مريض السكري اللي عم ياخد أنسلين يتأخر عن إبرته وهذا الشي عم يكلفنا كفاتورة لأن إذا مات بردون إذا ما أخد الأنسلين عم بيفوت بكوما أسيدو سيتوزيك يعني بيصير في تصمم بالجسم بيخوت على المستشفى هالكل في مكلة علينا أي أحسن أنه نأمله إبرة الأنسلين أو يفوت بهالكوما اللي هي نتيجة اتفاع السكر ووجود الحمض غير أنا كارثة بشرية يعني يعني شيء مؤسف جدا هي كارثة اقتصادية فوق الكارثة شيء مؤسف جدا يعني شيء عم نشتغل سنتراليست بالنهار لأنه ما فيك تقولي له المريض بيقلك أنا صاري عشرين سنين عم تحكم عندك أو عشر سنين ابني عم يتحكم عندك وما عمليه ينسلين وما فيك تقولي ما فيه ففي بعض الأحيان عندي أرقام مرضى بتلفلنا مريض عيرنا ألم لحتى ندبر يعني ما معقول وهي دي حالات خاصة بس بدنا نشوف الإشار الناسيونال يعني على صعيد الوطن كل أطباء الغدد والسكري والأطباء الصحة عم بيعانوا من المشكلة وما بعرف كيف عم نتدبر الأدوية اللي أجت من الدول يعني الصديقة بالطيارات المستلزمات الطبية اللي وصلت مع لحظة الأنسلين يعني لو فيه لجنة وطنية للسكرية بتسألية بتلحظ بيكون في عندها كل هالداتا يعني هلأ ايه فيه أنسلين ما صدر وين هو ما بعرف وين بدك تبعطي المريض يعني المريض اللي بيقلك بدي أنسلين مفروض تبعطيه يا أم مع الكارانتينة أو عمراكز الرعاية يعني كفى أنه يكون فيه عندنا كلام بدون تنفيذ لأنه المرضى حق مقتصب علينا ونحن مدينين أنه نأمن لهم هالعلاج اللي هو أبسط للأمور يعني والله عيب يعني ما بيصدق برا أنه نحن ما عنا عنا مشاكل بالأنسلين وممكن يكون فيه أنسلين كتير بالمستودعات ممكن يكون فيه بالبردات بس بده تنظيم بده هيئة حتى المستودعات اللي عم تضيهم يعني ما بعرف وين الأدوية ما بعرف ما بيين شيء مخيف شيء مخيف لذلك بدأ تعاون أنا عم قوم بمبادرات شخصية والحقيقة المجتمع المدني ممتاز جدا مبارح صار فيه اتصال بجمعية مركزة لندن هي أعطي للأطفال سوري يعني ما حفظت كتير الاسم أنه تعطي أي شيء للطفل حتى تنقزوا وفي هون الحقيقة مدام شرف اللي هي مسؤولة تصلت فيه تحت النسي وبلشوا يحضروا يعملوا هبات من الخارج بس أكيد بدنا نعمل الإجراءات اللازمة تيفوتوا بشكل مضموط حتى يفوتوا بالتبريد اللازم في بعض في بعض البلديات وانا هون بدي واجه تحية لبلدية صيدة ورئيسة اللي تجاوبوا معنا لفترة ستة شهر وقدروا حطوا الأنسولينات ببعض الصيدليات السيدة منه كافي منه كافي منتبع الحديث دكتور صنديد بعد هالوقفة بيسانتي اليوم صرخة واحدة بدنا إنسولين بالمجتمع اللبناني اللي عم يعاني منها الأزمة مثل كل الأزمات التانية ولكن هون الموضوع حياة أشخاص متوقفة علي دكتور محمد صنديد بنرجع لعندك لحتى نرجع نقول أنه كنا عمول شوي قبل تحت الهواء أنه الناس عتلينها مننا البلدين عتلينها مننا المغتربين عتلينها مننا ونحن مش عتلينها من حالنا يعني ما عم نسهل الأمور حتى لحتى تفوت الإعانات بالتحدي صحيح صحيح لهك هلأ أي حدا من بره وجمعيات مستعدة تساعد بس بدنا القلية يعني بنعمول هاي الجمعية بلندن مشكورة لإسمها أعطي الطفل مستقبلا مشرقا ومستعدين أنه يساعدونا بس بدهم قليلية معينة حتى يوصل الدواء وخاصة للأنسولين بشكل جيد كمان أنت ما يوصل وما يفوت على البلد يعني بيبزع مطرحه أكيد هي بدأ أرزونات مسبقة لحتى نشتغل عليها وبعدين فيه كمان فينا نقول للأهل اللي قدر أنه وعندهم كميات من الأنسولين بالبردات وصارت ما بدي أذكر فيه سيدي فاضلي بالأشرفية اتصلت فيه وعطتني كمية لأنه كان فيه عندهم مجموعة من الأنسولين لزوجة وقدرنا نوصلهم كمان للمستوصفات يعني فينا في حلول في تضامن ما قلنا غير بعضنا ما قلنا غير المجتمع المدني وكلنا من لبنان من أقصى من جنوبه إلى شماله إلى أعلى بيأكلنا أهل ومفروض نضامن في سبيل مريض السكري وغيره بس أنا عم بيأخذ هالنحية هاي وفيه كتير مجالات لهيك اللي بيحب أنه يساعد راح أعطي تليفون مركز 01 300 515 01 300 515 تنشوف وين الألية اللي ممكن نتساعد فيها تخيلي مدام أنه ما بقى فيه ريش لفحص السكر نعم يعني عم ياخذ المريض الكبير أو صغير الأنسولين هيك أو بيف يعني ما عارف حاله إذا الكمية مناسبة أو لا حتى شرائط الفحص ما عم تتوفر يعني بتأمل أنه برجع بقول هايدي اليوم صرخة حتى يوقص ضميرنا كلنا لأجل هالمرضى اللي 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 علينا بس نرجع نقول شو مطلوب من الوزارة ومن الدولة اليوم لتفوت الإعانات على الأقل غير أنه أكيد تأمين الأدوية يعني ما بدنا نحنا نتكل على الإعانات ولكن بالوقت يعني الطارق الحاضر كيف بدأت تفوت بالحالات هاي الطارقة بدك أذنات خاصة وطبعاً يتقدم طلب وبتقول الكمية وكيف تجي ومكتوب عليهم نطفر سيل يعني مجاناً حتى ما يخافوا الشركات أنه يجي ولا حدا يستغلهم من المرضى أو الآخرية وبإشراف الوزارة ما عنا مشكلة أبداً يعني نقدر هالهيبات اللي بتجينا يعني اليوم هو غير موجود بالسوق لا غالي ولا رخيص بتروحي على الصيدلية بيليك ما عندي يعني وين تتواجه وين تروحي يعني المريض بتدروه على الصيدلية أنا صدقيني عشرات الصيدليات ما رأت عليهم ما عندهم ومستعدين ياريت بتعملوا ريبورتاج بالأم تي بي وبتمروا على الصيدليات وبتاخدوا إذا لقينا صيدلية فاتحة لا بتلاقوا ما فيا شي يعني خلينا يعني كثير من الصيدليات اختارت أن أتسكر صحيح صحيح لذلك الحقيقة بدها شوية جهد لحتى نتوصل لحل وقال كارسي الحية دكتور صانديت شكرا لألك يعني وهالصرخة أكيد نحن نطلق معك لأنه منعرف قدية الأنسولين مادة حيوية كتير مهمة وضرورية أن تتوفر بالقريب العاجل جدا حضرتك رئيس الأقليمي المنتخب للاتحاد الدولي للسكري منطقة الشرق الأوسط وشمال متوفر بكل بقاع العالم وين ما كان يعني عايب نقول بلبنين ما في أنسولين أهلا وسهلا فيك شكرا لك وقفة هلأ ونرجع من تابعه عليك